اشتركوا في القناة تعالوا نشوف الليزن ده بيتكلم عن ايه حقوق الملكية الفكرية يعني ايه الملكية الفكرية الملكية الفكرية يعني مثلا لما يكون شخص مثلا أو اشخاص كتير او مؤسسة او ريفر يكونوا مثلا انهما تده انهما يعملوا اعمال ادبية مثلا كاتب عمل اعمال ادبية حد مثلا عمل اعمال فنية حد عمل تصميمات حد عمل صور حد عمل فيديوز حد مسلا عمل اه او وريفر الايه المحتوى فابتدى ان هو يحط عليه كابي رايت كون ان هو يعمل على الشغل ده كابي رايت معنى كده ان هو بيحمي الشغل الخاص به ان منفعش ان اي حد يبتدي ان هو ياخد الشغل الخاص به ده من غير اذنه او من غير ما يستأذنه لان ممكن اي حد ان هو ياخد الشغل الخاص به وبتدي ان هو ينسب الشغل ده لنفسه الحقول الفكرة دي بتبقى عبارة عن اختراع او ابتكار حد مسلا عمل اختراع معين حد عمل ابتكار معين او فكرة ليه شخص ببتدي ان هو يعمل عليها كابي رايت علشان يخلي القانون ان هو يحمي الشغل الخاص به من ان شخص تاني ان هو يقدر ينسخ شغله او مسلا ينسبه ليه كابي رايت انكلودز ريتن فيجول اوديو فيديو اند ويب ماتيريال وكمان حقوق الملكية الفكرية دي بتنطبق على مسلا اي شغل مسلا مكتوب حد مسلا مؤلف قلف كتاب معين اه مسلا صور اه اوديو حد اعمل معينا فيديو او وريفر ايه المحتوى او مسلا ممكن يكون اه اي ماتيريال من على شبكة الانترنت. عايز اقول لكم ان انا مسلا او اكتراع جدا ببقى اعمل فيديو على اليوتيوب وحطى فيه مسلا معينا. فلما بايجي بقى في مرحلة ان انا بعمل اه بابلش ليه الفيديو ده بيبتدي مسلا اليوتيوب بيقول لي لا الفيديو ده عليه كابيرايت. فابتدي ان انا اشوف فين الكابيرايت في الفيديو اعرف ان الصونج دي الشخص اللي عامل الصونج دي مسلا اه عامل كابيرايت عليها ان ما فيش اي حد يقدر ان هو يستخدم الصونج دي. اوكي. كرياتف كومنز. كرياتف كومنز بالعربي يعني المشاع الابداعي. يعني مسلا ان يكون اي حد عامل كرياتف لي اه معين او اي شغل او مسلا اوديو فيديو او المحتوى اللي هو عمله كرياتف. ويبتدي ان هو يدي اللي الناس كلها ان هي تستخدمه. يعني مسلا ما يكونش حط عليه لقى يكون عامل اللي الناس ان هي ده قدر ان هي تستخدمه ايه? من غير اذنه. وكمان كل الاعمال الموودة على المكتبات اللي هي الرقمية زي بنك المعرفة المصري بتبقى اه في ان يتم الموافقة ان اي حد يستخدمها معادي. لو حد عامل اي شغل. فالشخص ده مسلا العامل الشغل ده توفى ويعد على وفاته خمسين عام. على الاقل. فممكن الناس اللي هي تبتدي تستخدم الشغل الخاص بيه عادي. يبقى الكرياتف ده اللي عمل الشغل ده لو توفى ويه مسلا عدى على وفاته اكتر من خمسين سنة فكابيرايد بتقف والناس تقدر ان هي تستخدم شغله عادي جدا. الكترونيك فاينالشال تريدينج. الكترونيك فاينالشال تريدينج يعني هي التداول المالي الالكتروني. او ليها اسم تاني ستوك اكتشينج. ستوك اكتشينج يعني البورصة. يعني ايه البورصة? تعالوا كده اشرح لكم الموضوع بصورة بسيطة بالعربي. في مجموعة من الشركات. الشركات دي بيبقوا محتاجين مستثمرين ان هم يشاركوا معاهم في الشركة. او ان هم محتاجين المستثمرين ده يبقى لهم حصة معاهم في الشركة. فتبتدي الشركة دي تطرح في البورصة حاجة اسمها اسم. يعني مثلا تقول للناس بصفة عامة مين اللي عايز يشارك معانا في الشركة او مين اللي عايز يستثمر معانا في الشركة. فبتبقى فيه بورد كده زي ما انتم شافين في الصورة والناس بتبقى قافة كلها موجودة قدام البورد دي. وبيبتديوا يشوفوا ايه هي الشركات اللي بتطرح اسم او اللي هم بمعنى اصحة بيبقوا او ايه الشركات اللي بتبقى محتاجة ناس ان هم يستثمروا معاهم. فالناس بتبتدي تختار شركات معينة وتبتدي ان هي تاخد اسم في الشركات دي او تشارك مع الشركات دي. والشركة بقى ممكن مثلا ارادتها هتزيد وتكسب. فالناس المستثمرين دول برضو يكسبوا معاهم وممكن سعارت في بعض الاوقات الشركات بتخسر. فالمستثمر اللي هو وضع اسم في الشركة دي. دي انه هو كمان يخسر. طيب. استوك اكس اتشينج او البورسة دي بتبقى عبارة عن سوق. بيتم تداول فيه الباقعين والمستثمرين وحدات من اسهم الشركة. يعني الباقع ده اللي هو بيبقى الشخص اللي هو صاحب الشركة. والشخص اللي هو المشتري او الشخص اللي هو المستثمر اللي هو بيبتدي ان هو يشتري اسهم في الشركة او بمعنى اصح ان هو يساهم في الشركة دي. وطبعا كمان الستوكس اللي هي بيبتدي ان هو المشتري ان هو يشتريها في الشركة دي بنسميها اسهم او الاسهم دي بنسميها حصة في الشركة. ان هو يبقى دي نصيب في الشركة يعني لو الشركة دي كذبت المستثمر ده يكسب لو الشركة دي خسرت المستثمر ده كمان ممكن يخسر بيبقى جزء من شراكة الشركة بيبقى شريك في الشركة بمعنى أصح يعني إيه؟ يعني البورصة المصرية بتتيح للمواطنين إنهم يستثمروا في قطاعات مختلفة جدا ممكن مثلا يستثمروا في الملابس ممكن مثلا يستثمروا في البترول ممكن مثلا يستثمروا في الغذاء لما طبعا الشركات في البورصة بيبتدوا إنهم يطرحوا أسهم علشان المستثمرين إنهم يبتدوا ويبقى لهم حساس معاهم في الشركات دول فالمستثمرين اللي هما بيبقوا الاسكية بيعودوا يفكروا كتير جدا ايه هي الشركة اللي يختروها وبتبقى فعلا يستثمروا فيها وبتبقى بتكسب بشكل صحيح جدا. بيعودوا بقى ايه قدام البورد دي كده وقفين زي ما انتم شاهدين في الصورة كده يعودوا بقى يفكروا ويختاروا. اه مثلا الشركة دي مثلا بتكسب اه مثلا فبيتدي ان احنا ندخل بأسهم فيها او او مثلا بحصة فيها. لا مثلا الشركة دي مثلا لقى اه ملاحظين بقى ان كزا يوم على البورد هنا ان هي بتخسر فلا مش هنستثمر فيها فبيعودوا ايه? يفكروا كتير جدا قبل ما ياخدوا القرار ان هما يدخلوا بأسهم او بحصة في ان هو شركة. اوكي. زي ما اترككم من شوية. بيعودوا بقى يفكروا ويحللوا الموضوع كويس جدا ايه هي الشركة اللي فيها مسلا اه تقلبات مرة مسلا بتكسب مرة بتخسر. فبيعودوا يفكروا كتير جدا قبل ما ياخدوا القرار ان هما يشاركوا بأسهم في الشركة دي. ويعودوا كمان المستثمرين يفكروا كتير جدا ويشوف المنتجات والخدمات اللي بتقدمها مسلا لشركات دي. وهل هي بتبقى متناسبة مع اهدفهم واستثماناتهم ولا لأ. اه فيه مسلا مستثمرين بيبقوا مهتمين بالكلاوزز. فيه مستثمرين بيبقوا مهتمين بالفود. فيه مسلا المستثمرين بمهتمين بالفود. حسب ما المستثمرين دون بيبقوا يعني عندهم خبرة في ايه? فالموضوع بيبقى فيه تفكير كتير جدا. مش بس ان الشركة هنا بتطرح الاسهم الخاصة بيها او الموضوع بيبقى بيتم بتفكير فيه ازاي? لا. كمان المستثمرين بيفكروا كتير جدا قبل ما ياخدوا القرار ان هما بيحطوا اسهم او بيبقى ليهم حصة في الشركة دي. سواء هي الشركة بتخسر او الشركة بتكسب. دي صورة طبعا بتبقى شكل يعني البورصة. الناس كلها بتبقى وقفها شايفة لايه? اللي هي الشاشات اه شركات بتخسر شركات بتكسب. فبيبقى الموضوع صعب مش سهل خالص. في الموضوع طبعا التداول الالكتروني ده بيبقى فيه شخص اسمه بروكر. This is a person who handles the buying and selling of shares. البروكر ده هو الشخص اللي بيساعد المستثمرين او اللي هو بتولى عملية شراء ويبيع الاسهم. يعني مسلا لو المستثمر عايز يبتدي ان هو ياخد آآ اسهم او حصة في الشركة اللي بيساعده هو البروكر. However electronic financial trading has made the process of buying and selling shares more efficient and provide investor with more authority. موضوع طبعا التداول مالكتروني اللي هو ان هما المستثمرين ان هما يبتدوا ان هما يشتروا الاسهم وان الشركات تبدي ان هي تبقى اسهم عشان المستثمرين ان هما تبديوا يشاركوا معاهم في الشركات. ده كمان بقى موضوع فعال جدا. فطبعا المستثمرين بقى ليهم سلطة كبيرة جدا في الموضوع ده. هما اللي بيشتروا الاسهم وان هما اللي بيفكروا في الموضوع كويس جدا. كمان طبعا مع انتشار الانترنت بقى فيه كمان منصات كبيرة جدا خاصة او بمعنى اصح او باختصار اللي هي يعني المستثمر مجرد ان هو يخش على المنصة الخاصة او يبتدي كمان يشوف اللي هي الاسهم اللي موجودة او معنى اصح ويبتدي يفكر فيه الموضوع قبل ما ايه يشارك بيه مع ايه مع او بمعنى اصح ال ايه كمان خلى المستثمر ممكن ان هما يبتدوا ينفزوا موضوع ان هما يتبادلوا او ان هما ينفزوا الصفقات دي من خلال اي موقع او يعني يبتدوا يدخلوا على مواقع كتير او علشان ان هما يبتدوا يعملوا ويبتدوا يشتروا الاسهم في الشركات اوكي يعني فيه اه طبعا مستثمرين بيفضلوا ان هما يخشوا على المنصات دي او الابليكيشنز او الويبسايد علشان يبتدوا ان هما يعملوا شراء في الشركات وفيه كمان مستثمرين بيفضلوا ان هما يستخدموا اشخاص اللي بيعملوا للباينج ان سيلنج للشيرز او اللي هي الاسهم او الحصص بمعنى اصح طبعا التداول الالكتروني ده بيعطي او بيدي للمستثمرين استقلالية وبدائل سهلة الاستخدام يعني ان هما يقدروا ان هما يعتمدوا على نفسهم ولو مثلا ملقوش مثلا استوكس او حصة في الشركة اللي هما عايزينها بتديدوا يدوهم بدائل تانية ومسلا عروض كتير جدا بتقيمها موجودة على الاستوك اكس اتشينج ومش بس كده كمان ووفرت لهم روبوتات الروبوتات دي بقدروا ان هما يستشروها هي بتبقى اه موجودة على تطبيقات في الانترنت ويه بتدودي ان هي ساعتهم في ان هما يختاروا الايه يختاروا ايه الحل ايه صح ان هما هل هما يستثمروا في الشركة دي او لا لا هل هما يشتروا الاسهم او الستوكس دي ولا لا او انا مسلا جاربت ادخل على جوجل مسلا كتبت ايه روبو ادفايزر بتده يجيب لي مواقع خاص بي الروبو ادفايزر علشان مسلا اعرف ايه هو المواقع اللي موجودة علشان تساعد الانفستورز ان هما يشتروا الستوكس دي ولا لا او دي دي ساعتك تبديد ان انت تشتري الاسهم دي في الشركة ولا لا في مستثمرين كتير جدا مش بيبقوا قادرين يوصلوا للوسائل الاستثمار العديدة لكن من خلال الكتير والبلادفورم اللي هما يقدر يخش عليها علشان يشوفوا ايه هي الطرق الواسعة اللي هي بتغفرالهم علشان يقدروا ان هما يفكروا في موضوع الاستثمار بشكل صحيح وكمان بتساعد الشركات ان هم يتدون ان هما كمان يستثمروا مع بعض بكل سهولة جدا مش شرط انه يكون الشركات دي في نفس البلد ممكن تكون مثلا شركة في مصر وشركة في امريكا تدون ان هما يستثمروا مع بعض فالالكترونيك في نالشا تريدينج او البورصة بمعنى اصح شيء عظيم جدا وسهل الاستثمار لكل المستثمرين فاتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا اللسن بشكل اه سهل اعرفوا بس من اللسن ده هي ايه هي واعرفوا الكابيرايت وكمان اعرفوا البروكر وان في الكترونيك فينالشا تريدينج اللي هي الايه تريدينج وان هي وفرت ابليكيشنز وبلاتفورم كتير جدا معرفوا كمان مين هما الروبو ادفايزورز علشان يساعدوا المستثمرين ان هما ياخدوا القرار الصحيح اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة